أهلاً أعزائي المشاهدين تحدثنا في الحلقة الماضية عن تغيير الذي حصل أثناء تدوين وتوحيد وجمع القرآن أبدأت عن كلمة الكلالة التي هي في الآية 12 من سورة النساء وقلنا أن أصلها كالاتون ومعناها في اللغات السامية الكنة وهي زوجة الإبن وفي الآية الأخيرة من نفس السورة سورة النساء الكلالة بلا مين وتعني الميت نفسه كما رأينا في اللغة المندائية وفي الفكر المسيحي على العم وقبل أن ننتقل إلى الحديث عن تغيير تاني في نفس المخطوطة عند كلمة سلصال في سورة الحجر 26-28-33 ارتعيت أن أوضح مسألة الإرت في الآية 12 من سورة النساء عند الكلمة التي تغيرت من الكلة إلى الكلالة وقد كانت في الأصل تعني الكنة زوجة الإبن والسؤال المطروح الكنة ترث من وكيف ترث في الآية هناك استثناء وهو وإن كان رجل يورط كنة لأن عادة الكنة لا ترث من حماها أو حماتها ولكن هناك استثناء لو زوجها متوفي ولهذا سميت بالكلة بالله لتميزها عن باقي الكنات إذن الكنة أرمل في هذه الحالة فنصيبها يكون السدس لماذا؟ لأن زوجها المتوفي عندما مات فهذا الحامة أو الحامات وهما أبوي الزوج الميت كل واحد منهم أخذ السدس مما ترك هذا الإبن وذلك بموجب الآية 11 من صورة النساء ولأبويه لكل واحد منهما سدس مما ترك طبيعة الحال إذا كان الأبناء فهذا الاستثناء لا يشمل فقط الكلة أو الكنة التي مات زوجها وإنما يشمل كذلك أخ أو أخت هذا الحامة أو الحامة المتوفى لأنهم في العادة لا يريتان الأخ والأخت في ظل وجود أولاد وخاصة الضكر من هذا الأخ المتوفى أو الأخت المتوفية فالاستثناء مقرون بدخول فئة ثانية من الورطة وفي هذه الحال دخول عنصر جديد هي الكنة المتوفى عنها زوجها فأدخلت معها فئة ثانية وهي عم زوجها وعمته إذا كان طبيعة الحال على قيد الحياة فرغم وجود أبناء الحامة والحامات المتوفين فهما كذلك سوف يريتون بسبب هذا التغيير في الكلمة من كلا لم تعد الكنة الأرملة ترت ولا حتى أولادها من جدهم أو جدتهم في ظل وجود أعمامهم طبيعة الحال وهذا ظلم في التشريع عند تغيير الكلمة في حق هذه الكنة الأرملة وأولادها وكذلك الأخ وأخت المتوفى لا شك أن الأحفاد اليتامة كانوا يريتون من جدهم وجدتهم حتى في ظل وجود أعمامهم وعماتهم إلى أن جاء هذا التغيير في التشريع بسبب خطأ من المفسر ولهذا نجد في العرف إلى اليوم يتنازل الحامة عن نصيبه بالسدس لزوجة ابنه المتوفى وأولادها طبيعة الحال أو يكتب وصية تسمى الوصية الواجبة وذلك لأحفاده اليتامة بمقدار نصيبه في ميرات أبيهم أي السدس ولا يتعدى هذا المقدار التلد وكأننا نرى إعادة النص الأصلي قبل التغيير في هذا العرف وخاصة عندما يقول فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في التلد أتمنى أن تكون الصورة قد وضحت الآن نرجع للمخطوطة أرب 328 أ أو أرب 328 ألف وهذه المرة من الرقعة 54 ألف في صورة الحجر الآيات 26-28-33 مع كلمة صلصال فالكلمة بالثلاث آيات كانت في الأصل صلالا فمسحت اللام الأخيرة وأبدلت بصاد ولام فأصبحت صلصال فلو كان هذا التغيير في آية واحدة من الثلاث آيات كان بالإمكان القبول بأنه سهو من الناس لكن الثلاث مرات بنفس التغيير فهذا يؤكد أنها في الأصل كانت صلالا وقد أشار الدكتور فرانسوى ديروش لهذا التغيير في كتابه لترانسميسيون إكري دي كوران دون أن يعلق عليه كعادته حتى لا يدخل في متاهات مادة الفيلولوجية فكما سبق أن أشرنا في الحلقة الثامنة نفس الشيء كما نلاحظ من اختلاف تأويل كلمة كلالا بين علماء الإسلام كذلك في هذه الكلمة صلصال منهم من قال معناها تراب يابس أو طين يابس ومنهم من قال معناها المنتن وهناك من ذهب إلى أن معناها التراب الدقيق الناعم وآخرون ذهبوا إلى أن معناها بقية الماء في الآنية أو الغادية إذن وراء هذه التأويلات المختلفة بين علماء الإسلام نلاحظ أن غير متفقين على معنى واحد للكلمة لكن هناك إجماع على أن الصلصال هو طين كما جاء في سورة الصفات أهم أشد خلقاً أمن خلقنا إن خلقناهم من طين لازم والطين هو نوع من التراب كما جاء في سورة العمران الآياء التسعة وخمسين إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكن وبالرجوع إلى الكلمة في الأصل صلالة نجدها في لسان العرب بمعنى الصوت كصوت الصنج يقال صلى اللجام امتد صوته لكن مفهوم الصوت لا يوافق سياق الآيات الثلاثة وعشرين وثمانية وعشرين وثلاثة وثلاثين ولا حتى الآية الربعتاش من سورة الرحمن لأن الكلمة كالفخار تفيد تشبيه لمادة الفخار وليس لصوت طنينه نعود للآية لمحاولة فهم الكلمة صلالة نجد عبارة من حمأ تعني أن هذا الصلال هو من حمأ والحمأ في تفسير علماء الإسلام هو طين أسود لازب رطب وناتين لكن لم نخرج من تأثير الآية 11 في سورة الصفات لتكملة الموضوع انتظرونا في الحلقة القادمة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة